السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي النهاردة ان شاء الله معنا كتاب الباهر هناخد حاجة مهمة جدا ده الملحق بتاع الباهر يا ولاد ده كتاب الجرامر كتاب ممتاز جدا جدا ان شاء الله النهاردة هنحاول نعرف ازاي نجاوب على سؤال زي السؤال نمبر فور ده بيقول change into negative يعني غير الفيربس الموجودة هنا للنفي حول الى النفي change into negative طب قبل ما نعرف نجاوب وقبل ما نبتدي نجاوب تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه بصوا حبايبي احنا قلنا الفعل في الانجليش اي فيرب في الانجليش بنفيه بحاجتين يبقى negative انا بنفي بكلمة نط معاها حاجة تانية وفي افعال ينفع ادخل عليها كلمة نط بشكل مباشر كده من غير ما يكون معاها حاجة طيب امتى انا هحط نط كده وامتى ادخل معا حاجة تانية في الماضي تعال اقول لكم انا عندي الفيرب بي كله بيتضفن نط مباشرة يعني عندي مثلا ووز وير دولا من غير ما فكر يا ده كثرة مصر هقول ايه ووزنت قد النفي بتاحه ووزنت يبقى مجرد ما اشوف ووز ان فيها بوزنت هشوف وير ان فيها بويرنت ووز ووزنت وير وير انت طيب اي فيرب تاني اي فيرب تاني هنفيه باي هنفيه بديدنت ديت وحط معاها برضو نط بس لما انفي بديدنت لازم اجيب معاها المصدر يعني لازم ارجع الفعل للمصدر يعني مثلا لو الفيرب عندي اولاد كان وينت وعايزة انفي وينت دي هخليها ايه بقى هخليها ديدنت احطها قبلها وبعدين وينت نفسه اخليه مصدر المصدر من وينت اسمه ايه؟ اسمه جو يبقى ديدنت و جو ديدنت جو بقى انا كده نفتها بقى انا عندي الجملة عشان انفيها لو فيها ووز بخليها ووزنت لو فيها وير بخليها ويرنت اي فربي تاني اي فعل تاني اي فعل غير فربي بي ينفى بديدنت وطالما حطي بديدنت يا ده كترة هحط ايه؟ مصدر معاه يبقى اي فعل تاني ينفى بديدنت طال تعالوا نشوف الضمل دي ونشوفها ننفيها ازاي؟ اول جملة بيقولي it was very quiet it was very quiet اه عندي was يا تيتشر اعمل ايه؟ احط الله هنط و بس دي بقى اقول it it was not it wasn't very quite it wasn't very quiet وحط الفلسطوب بتاعتي طيب الجملة اللي بعدها they were very excited او they were very excited هعمل ايه بقى هنا؟ اه انا شايفة where هتفضل زي ما هي where بس هاضف لها ايه؟ نط يبقى هقول they were ورحة تنط they weren't very excited طبعا كلمة excited ينفع اقول excited وينفع اقول excited عشان حرف التيلة ما بيجي بين اتنين فاولز بيطنط ده يبقى they weren't طيب تعال نشوف جملة كمان بيقول لي I saw my friend at the party I saw my friend at the party او saw اه حطله نط لا انا قلت لها حطله نط was aware بس لها دخل عليهم نط مباشرة كده was aware اي حاجة تانية مش هنفع حطله نط ومن هعمل ايه؟ اه هجيب didn't والمصدر didn't زائد المصدر طيب هكتب نفس الجملة؟ اه طبعا مش هغير اي حاجة يا ولاد انا هكتب نفس الكلام I حط didn't فين؟ هخليها number two تاني حاجة بعد subject على طول بعد الفاعل يبقى I didn't طيب يا تيت شارسو اخليها so زي ما هي؟ لا طبعا so لازم ارجحها للمضارع بتاعها اللي هو كان اسمها ايه؟ كان اسمها see يبقى I didn't see انا ما شفتش I didn't see وكمل A ونكمل عادي خالص my friends add the party كده تمام خالص فهمنا يا ميس؟ طيب يلا نشوف الجملة اللي بعدها بيقول لي زي studied English and math today هم درسوا English و math انجليزي و رياضيات today اليوم هم درسوا النهاردة انجليزي و رياضيات فان الفيرب اسمه studied طب هو studied كان ايه اصلا؟ ده فيرب غير منتظم ولا منتظم؟ لا فيربه منتظم متضاف له I I E D معنى كده ان ال I D مكانها كان فيه Y طيب تعال نشوف هنمفيها ازاي هحط زي اه زي هتفضل زي ما هي دي السبجكت طيب بعد زي هعمل ايه؟ هنحط مين نمبر 2 didn't يبقى زي didn't زي didn't بدل ما هستدد هرجحها للمصدر اللي هو ايه بقى study they didn't study هكمل الباقي زي ما هو ايه هكمل الباقي زي ما هو من غير اي حاجة they didn't study english and math today والفلسطور بتاعتي بس كده they didn't study تعال نشوف باقي الاسئلة بيقول لي ايه هنا يا شطر he saw a jellyfish last summer he saw a jellyfish last summer هو شاف jellyfish قنديل بح الصيف الماضي عايزا فيها فين الفيرب دايما 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 نخلي بقى لنا ان الفيرب بيكون رقم two في الجملة يعني ده فاعل وفاعل ارى طولك ده فاعل فاعل يبقى هو الفيرب عندي so طيب مش هينفع ده احط له نط مباشرة هعمل ايه هنفيه didn't والمصدر يبقى اقول يا شطر he هو ده الفاعل he so يبقى didn't وسو الفيرب منها اسمه ايه المصدر الانفينتف see يبقى he didn't see a jellyfish هو لم يشاهد jellyfish قنديل البح last summer الصيف الماضي في الصيف اللي فات ما شفش قنديل البح he didn't see a jellyfish last summer طيب تحا نشوف جملة كمان جملة كمان بتقول لي ايه sara felt very sad sara felt very sad سارا بتشعر شعرت بحزن شديد بناه حزينة جدا طيب نعمل ايه نسيب صارا زي ما هي اه صارا الفاعل ينزل زي ما هو طيب الفيرب فين felt طب فلت ده هعطله نط مباشرة لا طبعا هجيب didn't يبقى اقول sara didn't felt المصدر منه اسمه ايه اسمه feel يبقى سارا didn't feel very sad والفلسطوب بتاعتي طيب كده حبيبي يكون يعني احنا ان شاء الله تكونوا بس فهمتوا الطريقة وتعرفوا تشتغلوا وانا هيسيب لكم الاربع جمل دول كانهم هومورك هنا ده اكتاب الباهر زي ما قلتلكو page 14 صفحة 14 اللي حابب يحلهم ويبعتلي في الكومنتز ويقول لي دي الاجابات يا تيتشر وان شاء الله هرد عليكم كلكم واللي عايز اي شرح في اي حاجة يتفضل يبعتلي واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي good bye